من طهران معنا مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود مرحبا بك ياسر أحدث التصريحات الإيرانية هي ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفيها تأكيد على الرد ووصف الرد بأنه سيكون حازما وحاسما قبل ذلك جاءت تصريحات شبيهة على لسان قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقبل ذلك تصريحات شبيهة على لسان رئيس مجلس الشورى لو أجملت لنا هذه التصريحات الإيرانية وماذا يقولون عن هذا الرد أيضا بالفعل محمد كما ذكرت واضح من أن التعليقات الإيرانية أو الردود الإيرانية إن كانت من الدبلوماسية أو العسكر أو البرلمان كما ذكرت وحتى خلال الاتصالات الهاتفية التي جاءت بالأمس من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي مع نظرائه إن كان البريطاني وغيره من التواصل الدبلوماسي واضح من أن هناك موقف إيراني بدأ يتبلور تحديدا بعد التقارير التي جاءت من هيئة القوات المسلحة الإيرانية كان هناك بالأمس أيضا كان حضور لعباس عرقشي في البرلمان الإيراني وكان لديه اجتماع مع لجنة الأمن القومي البرلمانية كل هذا يأتي من أجل تنسيق المواقف في الداخل الإيراني اليوم كل المؤتمر الصحفي هنا في الخارجية الإيرانية ركز على شاكلة الرد الإيراني وكيف سيكون أكد إسماعيل بقائي على أن طهران بالطبع لن تتنازل عن ردها إذا ما وصفه بالاعتداء الإسرائيلي على أراضي بلادها أكد أن القوات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية لم تتمكن من دخول الأراضي الإيرانية والأجواء الإيرانية قدمت المنظومات الدفاعية الإيرانية قامت بما عليها وفي ذات الوقت أيضا اعتبر أن إسرائيل أساءت إدراك ضبط النفس الإيراني هذه السياسة التي انتهجتها منذ أشهر في ظل خطوات التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات والانتهاكات للسيادة الإيرانية كما أسماها في ذات الوقت أيضا انتقد واشنطن باعتبارها الداعم الأكبر على صعيد سياسي وكذلك على صعيد عسكري إلى إسرائيل معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من الأقدام على كل هذه ما أسماها بالوحشية والإجرام والعدوان والإبادة الجماعية فيما يتعلق إن كان في غزة أو مرورا بلبنان وصولا إلى انتهاكها في اعتداءاتها على إيران لن يأتي هذا من دون دعم أمريكي ومن دون دعم للمجتمع الدولي وبالتالي دعا وطالب أن يكون هناك موقف موحد على صعيد دولي أكد من أن سيكون لطهران مطالب اليوم خلال الاجتماع الذي يجري خلال الساعات القادمة في مجلس الأمن الذي تعقد هذه الجلسة من أجل الإدانة لكل خطوات التصعيد التي اتخذتها إسرائيل كما ذكرت محمد هناك وحدة موقف أكد اليوم حسين سلامي وواضح أنه يأتي بعد يومين من الهجوم الإسرائيلي من أن هناك موقف يأتي مدروس نسبيا في الداخل الإيراني للرد والتعامل والتعاطي مع التصعيد الإسرائيلي شكرا لك ياسر مسعود مرسل التلفزيون العربي من طهر